أنتوا الآن هواكم إطاري يعني يقول أنكم المستقلون تميلون كثيرا للإطار إلى حد أنه تسربت معلومة أنك يوم أمس كان لك اجتماعا أيضا مع دولة الرئيس الأسبق السيد المالكي استمر لأربع ساعات هل هذا صحيح؟ لو تهمه؟ خاطم قطع أعتقد دكتور ليث بعد صوت يا شباب الحقيقة أولا هذا غير أعتقد يعني يجب أن تكون المعلومات دقيقة أنا أصلا ما كان عندي أي لقاء مع أي جهة خلال هذه الفترة يعني لا أمس ولا قبل أمس ولا بعد المبادرة عندي لقاءات التقيت بكل القيادات السياسية للترويز لمشروع المستقلين هذا اللقاءات تمت لكن هذا اللقاء اللي هو أمس كان أعتقد لقاء مجموعة من المستقلين اللي هم أعضاء اللجنة اللي شكلت للتفاوض لدفع مشروع المستقلين أنا ما كنت حاضر معاهم نعم وما عندي مشكلة باللقاء بسعيد المالكي أو أي من قيادات الإطار ولا حتى عندي مشكلة مع اللقاء بسعيد الصدر أو الحلبوسي للحوار أو لمناقشة الوضع السياسي أو لطرح مشروع لأن ممكن أن نختلف لكن مسألة الحوار من أجل المضي بتشكيل الحكومة هذا ما علي أي شكال لكن فيما يتعلق بما ذكر الدكتور بخصوص الخلاف ووصف هذا الخلاف بأنه شخصي حقيقة هذا غير دقيق وأنت حضرتك أستاذ النجم تعرف أنه أساس المشكلة انخلقت بسبب مخالفة السيد الحلبوسي للدستور وامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية قرار صدر بمجب هذا القرار كان يجب أن أكون في مجلس النواب في الدورة السابقة لكن السيد الحلبوسي أصر على مخالفة الدستور على انتهاك الدستور ومخالفة القوانين النافذة والإصرار على أن يبقي النائب المنتهي عضويتها عضوا في مجلس النواب ويسمح لها بالتصويت وتقاضي رواتب وهذه مخالفة ليست شخصية هذه مخالفة انتهاك لحق شخصي وأيضا لحق عشرين ألف ناخب صوتولي في محاولة المثنى وآلاف مثلهم كانوا يتمنون أن أكون في مجلس النواب لأمارس وظيفة النائب وأنا يعني وجودي في مجلس النواب لا شك أنه الكثير من أبناء الشعب العراقي يعرفون وجودي مؤثر بسبب خبرة القانونية ومقدرتي على مواجهة الأخطاء القانونية بالمحكمة الاتحادية والحمد لله أن هذه المحكمة اليوم المحكمة الاتحادية أصبحت فوق الجميع وأصدر القرارات ضد الإطار وقرار ضد يعني باتجاهها قرارات أيضا ضد الكتلة الصدرية أو التحالف الثلاثي هي الحقيقة مو ضد جهة لكن اتجاه القرار بهذه الطريقة يراه يعني كان السيدة الصدر قبل فترة يتكلم عن حياد المحكمة اليوم يتكلم عن عدم حياد المحكمة اليوم المحكمة الاتحادية هي الحكم وحنا وصلنا إلى نقطة كل خلافاتنا السياسية تحل في المحكمة الاتحادية وهذا شيء مهم وأنا ساهمت بتوجيه الخلاف في عموم العملية السياسية إلى المحكمة الاتحادية الإطار يذهب إلى المحكمة الاتحادية التيار الكرد كلهم ذهبوا إلى المحكمة الاتحادية وصدرت قرارات في كل الاتجاهات قرارات أساسها الدستور واحترام الدستور والقانون واليوم إحنا لما وصلنا لهذه المرحلة ما يصير إحنا نتكلم عن الخلافات داخل مجلس النواب وكأنها خلافات شخصية بين شخصين حول قضية ما تهم من ناس لا الحقيقة موقف ربما يكون سيد الحلبوسي في موقفه عجز عن أن يتجاوز الجانب الشخصي في القضية لأنه لدي دعوة ضد السيد الحلبوسي موعدها يوم 29 خمسة وهو مبلغ بهذه الدعوة واستلم عريضة الدعوة التي يشير إلى المخالفات الدستورية ربما في عقل الباطن أو في سلوكه أو في تصرفاته كان انعكاس لهذه العريضة إذا جاءت التعبير ولذلك يتصرف بهذه الطريقة الإقصائية المخالفة للدستور أنا أتمنى من أي شخص يتولى منصب رئيس مجلس أو رئيس سلطة أتمنى أن يكون راكز وعنده شخصيته مستقرة وما ينفعل وما يصرف بهذه الطريقة حقيقة بدأ السيد الحلبوسي مرتبكا وكان حتى ما مستقر لما طلب التصويت وخلال 41 جزء من الثانية قرر أنه الموافقة المخالفة هذا على الأقل كان هو بإمكان المستقلون بس لا تسمح لي بس هذه العبارة كان بإمكانه أن ينتظر خمس ثواني ست ثواني وبعدين يظهر المطلقين لا نستعجع لها مضرور السرعة هذه ترجمة نانسي قنقر